اشتركوا في القناة مدير أركان الحرس الوطني وسعادة اللواء الركن عبد الرحمن راشد السعد مدير مكتب سمو رئيس الحرس الوطني والشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري المستشار الديني في رئاسة الحرس الوطني رئيس بعثة الحجاج والعقيد الركن محمد عبد الله ربيع رئيس شعبة ديوان الرئاسة ورحب سمو رئيس الحرس الوطني برئيس وأعضاء البعثة حاثا إياهم على إخلاص النية لله عز وجل في أدائهم لمناسكهم وإظهار روح التعاون والتسامح والمحبات تجاه كافة إخوانهم من حجاج بيت الله الحرام وتطبيق ما أوصى به ديننا الحنيف وتمثيل مملكة البحرين والحرس الوطني في تلك الشعير المقدسة خير تمثيل كما أشهد الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم ونيابة عن أعضاء البعثة تقدم رئيس بعثة الحاجة الدكتور الشيخ راشد بن محمد الهاجري بالشكر للفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني على الحرس المتزايد والاهتمام البالغ الذي يليه سموه تجاه حجاج بيت الله الحرام من منتسبي الحرس الوطني والحرص الدائم على متابعة سموه لأمور البعثة والوقوف على تلبية متطلباتهم واحتياجاتها ترجمة نانسي قنقر